وارجعنا لكم والأهلي في المنديال ولأن الأهلي في المنديال فالحقيقة ممثل أفريقيا بيواجه شيء غير عادل ومش ممثل أفريقيا بس ودي قضية أنا شخصيا بتبناها لأن أنا بشوف أن الفيفا بترفع شعار الفيل بلاي بشكل لا ينفذ ولا يطبق على أرض الواقع ولا يمكن يتقبله أحد ومسيماني كأحد أهم المناصرين للمدرب الأفريقيا والفرق الأفريقية وحد بيهتم بالجانب ده قال تصريح مهم جدا على مواجهة بالميرس من نصف النهائي مباشرة اللي بيلعب فيه بالميرس قال إيه؟ قال كم مرة على الأفريقى إثبات جداراتهم ما هو المعيار؟ لماذا يلعب بالميرس بداية من نصف النهائي؟ لقد فزنا في العام الماضي ما هو الفارق؟ ده سؤال مهم وأنا بسأله للجميع الفارق مش قيمة تسوقية والفارق مش أنت بتلعب فقرة إيه؟ ده شيء غير عادل بالمرة لما بنروح كاس العالم البطولة اللي بتضم الجميع ومفترك كاس العالم الأندية هي نسخة مختلفة للأندية بدلا من المنتخبات كل الفرق بتشارك من البداية لما بنشوف الفرق في أفريقيا بعدها بشارك في أدوار تمهدية لأن ده نتيجة مجموعة نقاط ترقومية ونتائج في المسابقات السابقة إنما فكرة إننا بقى كلنا أبطال قرات فلإن أنا قادم من أفريقيا تخلينا لعب أدوار تمهدية وإنت القادم من أمريكا الجنوبية بكل غرور وتعالي وعدم إنصاف من الفيفا يخليك تلعب من نصف النهائي ده شيء مسماني بيصرخ صرخة مستغرب إن ناس كتيرة ما صرختهاش من بدري والاتحاد الأفريقى عليه أن يشعر بالخجل من هذا الأمر لا ما هيشعر بالخجل من أننا بنلعب نصف نهائي بأمريكا اللتينية طب التعارض ده كان فين الخجل هو الموضوع بمنتهى البساطة أفريقيا مهمشة بالنسبة للاتحاد الدولي ولما قدت انتصر انتصر للكاميرون وتنظيم الكاميرون ودولة الكاميرون ولكن الاتحاد الأفريقى عليها أن ينتصر للقرة وعشان ينتصر للقرة ينتصر في القضايا اللي زي دي لما يكون فيه تعارض مواعيد قل له أنا عندي بطولة محترمة وعندي بطولة أندية محترمة لابد من أنت وانت بتحط مواعيد كأس العالم للأندية تحترم ممثل أفريقيا ومواعيده عشان ما يحصلش التعارض اللي احنا شفناه والظروف الصعبة اللي بيلعب فيها النادي الأهلي يمكن مسيماني يتكلم لأنه هو المهتم هو اللي بيدفع الضريبة الأولى لأن طبعا المدير الفني وتحديدا مع نادي جماهيري وبشعبية النادي الأهلي النادي الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط ما بيعرفش جماهيره غير الفوز فبالتالي دايما هو في الوجهة فلازم هو اللي كان يسرخ ولكن المفترض المسؤولين في الاتحاد الأفريقي والمسؤولين من أفريقيا في الاتحاد الدولي يتكلموا في قضايا تخص أفريقيا لأن دي مش قضايا تخص الآن خلوا قضايا تخص الآن لما تتكلموش فيها كالعادة احنا عتدنا أن ما فيش مسؤول في اتحاد أفريقي أو في الفيفا يتحدث في قضايا تخص الآن وعشان كده ربنا كبير ان شاء الله ربنا يوفق النادي الأهلي زي ما تم توفيقه أمام منتريه المكسيكي لكن أنا عايز قليلا بقى من الإنصاف مع هذا المدير الفني الساحر الجنوب أفريقي البيتسو موسيماني يمكن الناس كتير بتنتقدنا أحيانا لما بنحاول من ينصف هذا الرجل استباحوه كثيرا في الإعلام بل استباحوا من حاول أن ينصف بيتسو موسيماني فتنصف الأرقام بيتسو موسيماني طبعا عندنا آيقونة التدريب في القرن الجديد هو مستر مانويل جوزي لما تحط أرقام مستر مانويل جوزي أمام مستر بيتسو موسيماني في كأس العالم الأندية الأرقام ستنحني أمام بيتسو موسيماني الساحر الجنوب أفريقي في اتنين فقط لغير واتهزم في خمسة سجل تمانية واستقبل حداشر تعال نروح لبيتسو موسيماني اللي محتاج وقت وهيكون هو فرصه كبيرة جدا أنه يتخطى مستر مانويل جوزي لعب أربع مباراة فقط لغير فاز اتنين اتعاد المباراة خسر مباراة واحدة فقط لغير يمكن تسجل هدفين واستقبل هدفين لو جت شفتها نسبة وتناسب هتلاقي أن بيتسو موسيماني يقدر يحطم أرقام مانويل جوزي بل يقدر كمان ربنا يكرمه يحق مدالية أفضل من المدالية البرونزية اللي حققها بيتسو موسيماني مثلما حققها مانويل جوزي دي أرقام بتخدم بشكل كبير جدا بيتسو موسيماني كابتن حسام البدري لعب ثلاث مباراة واحدة تعاد اللاشيء هزيمة اتنين سجل اتنين استقبل اربعة وأفضل مركز كان المركز الرابع كابتن محمد يوسف لعب مباراة اتهزم المباراتين سجل هدف وتلقت شباك الأهلي في ولايته سبع هدف فأعتقد أرقام واضحة جدا بتنصف بيتسو موسيماني بشكل واضح جدا أمام أرقام مستر مانويل جوزي فقليلا من الانصاف لهذا الرجل نحو وجهات نظركم جميعا حتى وجهة نظري لا قيمة لها أمام انتصارات النادي الأهلي ينتصر النادي الأهلي ولا تنتصر وجهة نظري بيتسو موسيماني أمام خطوة واحدة لتحقق ما لم يصنعه مدرب في تاريخ النادي الأهلي وهو الوصول للمباراة النهائية أو تحقيقك البرونزية التانية دول هدفين عندك عشان تتفرد بيهم حتى لو تفردت رقميا دلوقتي ولكن هتتفرد على مستوى الإنجاز الكبير مش دو بس كمان لما تعرف أن بالميرس فريق قيمته التسوقية بتصل 181 مليون أورو وده رقم كبير جدا كمان أنا بشوف أن عادل ينتقم وده اللي أنا بخاف منه وهو دودو كنت في الدحيل بقول عنه شعر وأنا بشوف أن دودو من لعبة الأندر ريتد اللي مسيرتهم في رأيي أقل من إمكانياتهم هو مع بالميرس طبعا أرقامه كبيرة جدا في الدور القطري مساهم في 24 هدف في 22 مباراة وفي رأيي هو لاعب جايج جدا لاعب يمس الخطورة لاعب مع بالميرس سيفرق خصوصا في وجود فيجا وسكاربا وروني ولكن يبقى دودو لاعب تعب الأهلي مع الدحيل أتمنى بكرة يكون فيه رقابة وتعامل جيد معاه لأنه هو من أهم مفاتيح اللعبة في بالميرس أنت تكلمت عن قيمة التسوقية النادي الأهلي قيمة التسوقية حوالي 31 مليون أورو اعرضوا للصورة دي تاني بعد إذنكم عشان دول الخط الأمامي اللي يواجه النادي الأهلي بكرة قيمتهم التسوقية 32 مليون يورو رفايل فيجا وروني اللي هو المتحرك رأس الحربة اللي هو أساسا وينجليفت ودودو اللي قادم من الدحيل أو هو كان موجود في الدحيل عارة وعاد مرة أخرى لفريق بالميرس التلاتة دول هم الخط الأمامي لفريق بالميرس قيمتهم التسوقية 32 مليون يورو بشوف أن وراهم كمان ناس مهمين جدا زي دانييلو اللي عنده 20 سنة وده شبه أليو ديانج تقريبا في كل شيء في القوة وفي الاستخلاص قاطع قرات وكمان زيرا فييل ونتمنى التوفيق يكون حليف النادي الأهلي وننحل قيمة التسوقية إن شاء الله بإذن الله يكون النادي الأهلي قادر على الانتصار